السباح الخير عليكم أنا جيت سعيد بلقيكم مرة أخرى على قناتي أنا عارف باللي أنني تعطلت عليكم بزاف كانوا عندي بزاف دي الامتحانة فات الشهر هذا وصراحة باقي عندي كما كتعرفوا أنني سنة رابعة يعني بخوم يا غني مواصطر هدل العام وكنحاول أنني نركز شوية في الدرسة ديالي وكذلك كانوا بغير نحط ليكم فيديوهات ووصفات جداد في يوتيوب يعني ما كان بغيش يعني كان حاول أنني ندير ننسكة وننسكة إن شاء الله بحلقة اليوم سنقدم لكم واحدة الصالات كتجي زوين تقدروا تقدموها لوليداتكم والضياف اللي جاء عندكم كتجي خطيرة وليدة بزاف ملانج ما بين السيكري والصالي يعني المالح والحلوك تجيش عجلة زوينها بزاف نتمنى أن حلقة اليوم تنا الإعجاب ديركم وتجربوها وإلى عجبتكم ما تنسوش تديرو جميل فيديو لكن اول مرة تزور القناة ديالي نسلو واشتركو ويلا نبدو الوصفة فبنسبة المقادر نحتاجو الجوج علب ديال بيرلي فبنسبة البرلي تقدروا تعوضوه بجوب كريمي إلا كان متوفر عندكم مش ما كانش متوفر عندكم الجوب كريمي خوضو غير بيرلي أنا أخديت جوج ديال العلب حاولوا أنكم تاخدوا بيرلي اللي يكون بدون سكر غادي نحتاجو كذلك الزيتون مقطع غادي نحتاجو كذلك النصف حمضة مع صورة عندي هنا نصف بصلاة مشلضة رقيق عندي حبة واحدة من طمطة مقطعة مربعة صغر عندي كان حيلو ديك الزرقاء ديالها وكان قطعها مربعة صغر عندي نصف تفاحاتها مقطعة مربعة صغر عندي أحبة واحدة من الرمان نقيناها عندي شوية ديال اللوز عندي كذلك تقريبا لو عدوش حبات ديال الكيوي عندي الماييس عندي جوج بيضات مسلوقين عندي أحبة واحدة ديال الافوكا وعدنا الروز فبالنسبة الروز تقدرو تستبلوه بالقمح كي يجيزوين بسف أنا بالنسبة ليه حتى الروز كي يجيزوين بسف لأنك كما كتعرفوا أن الروز نقدرو نقدروه نقدروه مالح ونقدروه نقدروه نقدروه حتى حلو وقد نحتاجه لعسل فباتنسوش العسل فبالنسبة الروز عندي الروز تقريبا 1-500 جرام ديال الروز شديتها سلقتها من زيانة منين كان نسلقها يعني مني كان نشوفو باللي أن الروز ديالنطب كان يبدوه الصنبور أو الاروبيني وكان بردوه من زيان وكان شللوه باش يجيكم فرز يعني باش ما يجيكم ماشين كناخدو حبوحدة ديالتفاح نقشروه كنقطعها مربعات نضفت كذلك رمان مقشر غدينضيفوا تقريبا 1 جوج حبات ديالكيويتة هما مقطعين مربعات صغار غدينضيفوا المايز كما كتعرفوا أن المايز را في شوية ديالحلوه يعني را غاديجي معاد المكوينة هذا غدينضيف كذلك اللوز فبالنسبة المكسرات تقدرو ديروا اللوز أو تديروا واحد الميكس ما بين لوز وزبيب ومشماش إلا بغيتو تقدرو ديروا اللوز أو القرق يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم يعني أنا حاولت أنني نخلي الصالة الاقتصادية بقدر الإمكان فهنا غادي نضيف لأسل فبالنسبة للأسل غادي نضيف تقريبا 1 جمع كبار ديال لأسل فبالنسبة للأسل من الأحسن أنكم تستعملوا لأسل تكون نوع ديالتو جيدة وغادي نضيفه في الأخير بيرلي اللي هو هاد الياغورت هذا فبالنسبة للأسل تقدروا تعوده بأي نوع ديال جوب كريمي منتفر عندكم حاولوا بالنسبة للأسل تأخذوا صان سكر يعني بدون سكر وغادي نضيف شوية ديال الملحة فإذا استعملتوا بيرلي اللي بسكر نقصوا من الأسل يعني تقريبا استعملوا مع القوحدة ديال الأسل لكي باش مجيكم الصالة ديالكم الحلوة ديالها غالبة بالسفين يعني ما شبح لي لكي ناكلوا شي ديالسيق أو لا شي حاجة اللي حلوة فغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان صار حغير هاد السلطة هادي ركت جيبنين بسفين بس تقوني ركت جيبنين بسفين تقدروا تعمروا بها الأناناس وتحطوه في الجنب ديال السلطة الغوية لعلي تكتخدو الأناناسا وكتحقوها من الداخل بالنسبة لك الأناناس اللي كتحيدو ما تلوحوش قطعو توادي بتي مغصو أو دي مغصو ليكون صغار خلطوه مع الروز وعمرو الأناناس ديالكم بضخلط هادو حطوه في الجنب ديال السلطة الغوية اللي ركت جيزين بسفين فأنا هنا يخديد الساكل كتاخدو أي نوع ديال ساكل بوتونتوما أو لأي نوع ديال ساكل متوفر عندكم تقدروا تستعملوه كنحط فيه دك الروز كنحاول أن ننسرح الروز ديالي مزيان بهذا الشكل هادا كنستعملوه شي سباتيولا أو لا شي ملعقة خشبية وكننضغطوه مزيانين كنحاولو أنكم تضغطوه باش الروز ديالكم أو لديك طبقة ديال روز تشد بلاسييني باش منين نحيدو الساكل تبقى الصلاة ديالنا شادة راسها فده قد ندوزو باش نحض السلطة التانية اللي هي غدي تجي من الفوقها ديال الافوكا فباللس بل هات السلطة فهي سلطة ميكسيكية كنحتاجوا الافوكا تقريبا نحب واحدة من الافوكا كنبعصوها بعد شكل هذي يعني كنبعصوها حاول أنكم تاخدوا لافوكا اللي كتكون طيبة يعني ما تاخدوش لافوكا اللي كتكون خضرة لأن إلا كانت خضرة غدي يجين ماداق ديالها منذوينش بزاف فغدي نضيفوا الهاد لافوكا هذي بعد ما قشرناها ومعسنا غدي نضيفوا لها حب واحدة من الطماطم بالنسبة للطماطم كتاخدوا حب واحدة ديال الطماطم كتقشروها كتحاول أنكم تحيدوا ديك الزريعة وذكلمة كيكون الداخل ديالها وكتقطعها مربعة صغر غدي نضيفوا كذلك زيتون تقدر تستبدلوه بميس أو الدرع أو مثلا تستبدلوه بالكورنيشون أو للخيار المخلل غدي نضيف كذلك نصف ديال البصلة متوسطة مقطع صغيرة يعني حاول أنكم تقطعوا صغيرة ومتكترش بأنها باش ما تجيش ديك الحرورة ديال البصلة غالباف هذي الصلاة هذي ضفت من نصف حامضة مع صورة ما تنسوش كذلك شوية ديال الملحة وشوية ديال البصار وكتخلطوا هذا الشي هذا كامل يعني حاولوا أنكم تخلطوا هذا الشي هذا كامل فكتولي لدينا صلاة ميكسيكا يعني صلاة ميكسيكا يعني صلاة ميكسيكا ما معروف شنو كيكون فيها وترمدق ديالها كي يجيزوين بسعفة فبنسبل هذي الصلاة التهية تقدروا مثلا إذا درتوا صلاة غويل تحتفظوا ديك اللافوكي يعني ديك القشرة ديالها وكتعمرها بات الصلاة دي وكتحطوها هذكا فالصلاة غويل ديالكم را تجيزوينة ان شاء الله إلى تحليل فرصة أن نقدم لكم شي صلاة غويلة فرا غدي نقدمها لكم ذيال الطيافة فانا غدي ندير ديك طبقة تانية فوق الطبقة الأولى فما تخافوش بزا فرا كيجي واحد الميكس ديال الحلول مالح فالصلاة ديه كيجي خاطريني را ماشي بحل دو كالصلاة دي كنكون متعودين اليهم مثلا خضر مسلوقة ولا خضر صوتي كتكون في الجنم حاولت أنني نجيب لكم شي حاجة اللي جديدة فضقطو عليها مزيان بهذا الشكل هذا صافي وكتزينوها وكتدخلوها تبرد اولا كتدخلوها تبرد ومن بعد تزينوه اللي بغيتون تومه فبالنسبة للزين را كيبقى اختياري انا عندي هنا طومات صغيز عندي هذ الورق هذو ديال البربا فرا كيتباعو الورقية هذو ديال السلطة فرا كيتباعوه في الاسواق تجارية الكبرى فالتالين كما كتبقوا كيبقى اختياري عندي طماطم ملونة يعني طماطس وغيز ملونة عندي الصفار وعندي الحمر وعندي واحد اللون شوية من اللي جرونة فانتوما كما كتشوفو درت كيوي درت تفاح احتى هو مقطع طويل غدين دير القرقاع احتى هو فتقدروا تديروا اللوز الى بغيتو ذاك شي كيبقى على حساب الاختيار دير كو ذاك شي بنتوفر عندكم فانتوما بالنسبة للقرقاع تقدروا تديروا يحترف في الداخل مع الروز راكي يجي زوين بزاف وكي يجي خاطر بزاف فانتوما تزين تفننوا كما ابغيتو انتوما فانتوما كما كتشوفو احطوا حاجة 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 يعني فالاخر كتطينا واحد ديكوراسيون لي زوينا بزاف فانتوما كما كتشوفو انا حاولت احتفظ بحبات ديال القرقاع كي يجي شكل ديالهم زوين بهذا الشكل هدا ثم عندي هنا ورقات ديال الباربة فكما قلت لكم هدا الوراقية ستتبعوا في الاسواق تجاري لكم ستتبعوا مخلطين يعني أوراق للسلطة فلا تقدروا تستعملوا مرة المدى قديرهم كي يجي زوين بزاف تقدروا تستعملوا حتى الخاصة اذا بغيتوه او تقدروا تزوقوا بالنانع اذا كان متوفر عندكم او مثلا ميدنوس هكذا باشتعطيوا واحد شوية ديال الخضورية للسلطة ديالكم هنا غد ندير شوية ديال الرمان من الفوق هكذا دائما المكونات اللي كتكون في السطح ديال السلطة دائما كنذكروا بالمكونات اللي مصنوعة منها او اللي قديرنا بها السلطة هادي باشتعطي لحطيناها قدير فكيكونوا عارفين شنو كين في الداخل ديال السلطة ديال فانا هني خديدت خوص خديد الوراقية هدو كيما كتلكم ديال السلطة قدرتهم في جناب ديال السحن فانا هنحاول اني نحيدة الساكل هادا وكتبقى عندي السلطة مقعدة بالنسبة للساكل ما تحيدوا حتى كتبغوا تقدموا السلطة ديالكم حتى تبغوا تقدموها عاد باش حيدوا الساكل ديالكم هني عندي البيض مسلوق فبنسبة البيض مسلوق قطة 2 الاربعة هادي نزين به في الجوانيب حتى هو بهذا الشكل هادا هادي نزينه كذلك باst طماطم الكاراسيا أو لا طماطسو رئيس فجان anak نتجعله كذلك شوية ذي الكيوي يعني ذاك شي باش تسوقه تحقيبه تحت شوية ذلك قرقاع آآ شوية ذي الرمان لا تلاقف تهوى كما قدرتكم كيبقى اختياري ان هذا كل ما تصلي تصاعده بالسلطة قماتوا أجر por satu وستنقاطيات بالسلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة